بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه الصلاة والسلام على عبده ورسوله الصاجد الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوه والذين آووه ونصروه وعلى جميع من اهتدى بهم واقتدى بهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد العنوان الذي سمعتمه منهج عمة الدعوة في التكفير والخروج الحقيقة أنا لم أكن على استعداد من هذا لأن الذي بلغني أو بلغت به أن الموضوع لقاء مفتوح ولكن لا ما نعم أن نتكلم في هذا الموضوع حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى المراد بالمنهج الطريق المنهج والطريق الذي يسار عليه والله سبحانه وتعالى رسم لنا الطريق الذي نسير عليه والمنهج الذي ننتهج بما أنزل من كتابه وما بيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته المنهج الذي يسيرون عليه من بعده قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال عليه الصلاة والسلام إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَ كتاب الله وسنة هذا هو المنهج منهج الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك هو الفوز العظيم فالمنهج هو الطريق الذي رسمه لنا ربنا في كتابه ووضحه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته وسار عليه صحابته ومن جاء بعدهم ممن نهج منهجهم وسلك طيقهم هذا هو المنهج وأئمة الدعوة جمع إمام والمراد بالدعوة الدعوة إلى الإسلام الدعوة إلى الخير قلتكم منكم أمة يدعونا إلى الخير دعوة إلى الخير هو الإسلام والدين والسلوك الحسن هذا منهج الدعوة هذا المراد بالدعوة والمراد بأئمة الدعوة المراد بأئمة الدعوة والعلماء العلماء الذين ساروا على هذا المنهج وبينوه للناس خلفا عن سلف كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى فأئمة الدعوة هم العلماء الربانيون الذين يجددون هذا الدين ويدعون إليه ويعلمونه للناس ويحذرون مما يخالفه وما يصد عنه ويتمثل هذا أول إمام للدعوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إمام الدعاة وقدوة الدعاة لقد كان لكم في رسول الله قسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ثم من بعده صلى الله عليه وسلم من سار على نهجه في هذا السبيل من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ولا إمة الأربعة ومن جاء بعدهم من من سار على منهاجهم ودعا بدعوتهم ولا تفقد الأمة ولله الحمد لا تفقد هؤلاء وإن كانوا يقلون ويكثرون ببعض الأزمان لكن الأمة لا تفقد هؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين وجاء في الحديث أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها هؤلاء هم الأئمة جمع إمامه والقدوة الإمام هو القدوة الذي يقتدى به ومنه الإمام في الصلاة والإمام في الولاية فهم قدوة يقتدى بهم ولذلك سموا بالأئمة أئمة الدعوة فهم أئمة في الدين ولكن خصة الدعوة لأن الدعوة هي الأساس الذي ينبني عليه الدين وقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا فالدعوة إلى الهدى هي السبيل وهي المنهج الصحيح هي السبيل وهي الطريق كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المسلكين هذا هو المنهج الصحيح أدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى شخص وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يدعو إلى دين الله وقصده أن ينفع الناس وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور أدعو إلى الله هذا فيه الإخلاص في الدعوة وأن لا يدعو إلى غير الله سبحانه وتعالى على بصيرة أي على علم فلا يصرف للدعوة إلا من كان على بصيرة متسلحة بالعلم لأجل أن يدعو الناس على علم فيما يأمر فيما ينى فيما يبين ويحتاج إلى العلم في مواقف قد يعترض عليه معترض أو يشبه مشبه يحتاج إلى العلم الذي يرد به الشبهات العارضة أو يفهم به خصوم الدعوة لا بد من العلم سلح بالعلم على بصيرة والبصيرة هي العلم أنا ومن اتبعني هذه سنة الرسول صلى الله عليه دعوة إلى الله على بصيرة ومن اتبعه كذلك يدعو إلى الله على بصيرة على علم بما يدعو إليه ويكون مخلصا لله عز وجل في دعوته ثم نزه ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الشرك والتعطيل وغير ذلك من النقائص والعيوب نزه ربه سبحانه عما يقوله دعاة الضلال والمشركين ما يقوله دعاة الضلال والمشركون والمنافقون نزه ربه عن ذلك ثم تبرع من المشركين فقال وما أنا من المشركين هذه براءة لا بد في المؤمن لا بد في المؤمن أن يتبرع من الشرك وأهله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام له والكفر بالطاوت هو البراءة من الشرك وأهله وما أنا من المشركين فهذا منهج الدعوة تكون خالصة لله عز وجل أن تكون على علم وفقه أن ينزه ربه عما لا يليق به مما وصفه به الكفار والمشركون والمنافقون والملاحدة وهذا أساس الدعوة تنزيه الرب سبحانه بالتوحيد ونفي الشرك والتعطيل هذا أساس الدعوة وسبحان الله وما أنا من المشركين أما الداعيه الذي يخلط ولا يميز بين مشرك وموحد بين مؤمن ومنافق بين مبتدع وسني كل الناس عنده سوى فهذا ليس على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتبرأ من المشركين فأئمة الدعوة ساروا على هذا المنهج من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي آخرهم حينما يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على هذا المنهج لا يتغيرون ولا تؤثر فيهم الأحداث والمتغيرات على امتداد الزمن هم ثابتون صامدون على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح وإن كانوا يلاقون ما يلاقون من الأذى والتعب والعنت لكن يصبرون على ذلك هؤلاء هم أئمة أئمة الدعوة ويتمثل هذا في من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من الأئمة من الصحابة تابعين وأتباع التابعين قرون المفضلة والأئمة الأربعة والأئمة المجددون الذين يتعاقبون الذين يتعاقبون على هذه الأمة في كل فترة ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القير وإخوانهم وإخوانهم ممن قاموا بدعوة التوحيد وقاموا بتنزيه الله عما يقوله الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من المعطلة وقاموا ببيان الشرك الذي وقع فيه كثير من القبوريين والمتصوفة والمبتدعة الذين انتسبون إلى الإسلام قاموا بتجديد الدين من هذه العوالق التي يروّجها دعاة الضلال في كل وقت هم يقومون بتجديد الدين منها وتجليتها للناس ومنهم الشيخ الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله الذي قام في القرن في آخر القرن الحادي عشر وأول الثاني عشر فدعا إلى دين الله وإلى توحيده وعبادته وحذّر من الشرك والبدع وجاهد في سبيل الله وقيّض الله له أنصار وأعوان من أمر آل سعود رحم الله ميتهم ورحم الله من بقي منهم وثبّتهم على الحق فقاموا بهذه الدعوة النبوية خير القيام فجدد هذا الإمام جدد الدين في هذه البلاد وامتد تجديده في البلاد الأخرى وجاء من بعده أبناؤه وتلاميذهم ومن جاء بعدهم لا يزالون ولله الحمد يتوارثون هذه الدعوة المباركة ويحافظون عليها ويدعون إليها ويرُدّون على من عارضها أو اعترغ سبيلها حتى تصل إلى من شاء الله من عباده ونسأل الله أن تستمر وأن يكثر الخير في الأمة وأن يكثر الدعاة إلى الله والأئمة المصلحون في كل مكان المسلمون أمة واحدة في جميع أقطار الأرض يتعاونون يتناصرون على الحق وعلى قمع الباطل هكذا سبيل المؤمنين وهذا منهج الدعوة إلى الله عز وجل منهج السليم الواضح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن منهج الدعوة الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عند النزاع قال الله جل وعلا وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويل وقال سبحانه وتعالى ما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلتم وإليه أنيم فالنزاع إذا حصل بين الناس لا بد يحصل نزاع بين الناس سنة الله في خلقه ولكن يحسن بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والبصيرة كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رددوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منه والرد إلى الرسول هو الرد إلى شخصه في حياته والرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيرد النزاع وترد الأمور المهمة والحوادث المدلهمة التي تحدث ويلتمس لها الحل ترد إلى إلى من يملكون النظر فيها ببصيرة إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الذين جربوا الأمور وعندهم علم وعندهم بصيرة وعقول تجربة فيرد الأمر إليهم فيما أشكل من الأمور العامة يرد إلى أولي الأمر حتى ينظروا فيه على مقتضى الكتاب والسنة وما ترد الأمور إلى أولي الأمر إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر إلا ويوجد لها الحل الصحيح أما إذا ردت الأمور إلى غير هذه المصادر فإن الأمر لا يزيد إلا التباساً ولا يزيد إلا غموضاً ولا يزيد إلا شراً الناس إذا أشكل عليهم شيء من الأمراض يرجعون إلى الأطبة لأن الأطبة هم أهل النظر في الأمراض وعلاجها ولا يدخل فيه كل أحد وإذا أشكل عليهم شيء من أمور الدنيا رجعوا إلى أهل الفن كل في فنه فأولى وأجدر أن يرجع في أمور الدين وأمور العقيدة إلى أهل الحل والعقد وأهل العلم وأهل الرأي والبصيرة حتى يوضع الأمر في نصابه ويأخذ من مصدره هكذا كان منهج أئمة الدعوة في كل زمان ومكان يردون ما أسكل إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى أهل العلم والبصيرة يصدرون في ذلك يصدرون في حلول ناجحة ولأن الله جل وعلا بيّن في كتابه كل شيء مما تحتاجه الأمة إلى قيام الساعة الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في سنته فالبيان موجود في الكتاب والسنة والذي يستخرج الذي يستخرج الحلول من الكتاب والسنة هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم ويرجع إلى العلماء لأنهم هم هم أهل البصيرة وأهل الفن ويرجع إليهم كما يرجع إلى الأطباء في طبهم وإلى الصناع في صناعتهم وإلى التجار في تجارتهم يرجع إلى العلماء لأنهم هم أهل الفن في هذا الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه هذا هو الحل ومن ذلك أمور التكفير أمور التكفير والخروج تكفير المراد به الحكم بالكفر على شخصاً مسلم ارتكب شيئاً من الأمور يحتمل أنه كفر أو أنه دون ذلك والخروج المراد به الخروج على ولاة الأمور متى يجوز الخروج على ولي الأمر متى لا يجوز أما التكفير فإنه لا يجوز أن يخكم على مسلم بالكفر والرد عن دين الإسلام إلا إذا قام به سبب من أسباب الردة وناقض من نواقض الإسلام وليس له عذر يُعذر به ولا يعرف هذا إلا أهل العلم أما الطلبة وأنصاف المتعلمين أو المتعالمون فهؤلاء لا يرجع إليهم في هذا الأمر لأنهم يزيدون الأمر شدة فيرجع إلى أهل البصيرة وأهل العلم الذين يعرفون متى يرتد المسلم ومتى يكفر المؤمن ويعالجون الأمر بما يقفضيه من العلاج هذا هو أمر التكفير ولو أن الناس رجعوا إلى العلماء الموثوقين بعلمهم ودينهم رجعوا في هذه الأمور إلى أهل العلم وعرضوها عليهم لن ضبط الأمر ولما حصل ما حصل من الفوضى من هذا الواقع المؤلم من التراشق في الكلام والتكفير والتفسيق والتبديع بدون بصيرة وبدون روية الأمور لها الأمور لها مصادر ولها قادة يرجع إليها في هذا الأمر الخطير أمر التكفير أو التفسيق أو التبديع هذا يرد إلى أهل العلم الذين يعرفون متى يكفر ومتى يرتد المسلم عن دينه ثم كيف يعالجونه بعد وقوع الكهر والردة منه كيف يعالجونه أما أن تكون الأمور فوضى وأمور الدين وأمور العقيدة فوضى كل يدخل فيها وكل يتكلم فيها بحسب هواه وجهله فالأمور تزداد التباساً ويتدخل شياطين الإنس والجن بين المسلمين وتحصل الفرقة والنفرة وهذا ما يريده شياطين الجن والإنس يعني المسلمين فالتكفير ليس بالأمر الهيئ إنما هو أمر خطير جداً ولا يتولاه إلا من عنده أهلية علمية وعنده تقوى لله وعنده إنصاف عنده إنصاف وعدل ووسطية في هذا الدين أما إذا تركت الأمور فوضى وصار هذا الباب مفتوحاً لكل ما هب ودب من كل من يقرأ ويتهجأ في الكتب فالأمر يكون في أمر مريج ولا حول ولا قوة إلا بالله وما ظل الخوارج من قبل مع دينهم وورعهم ما ظلوا واستحلوا دماء المسلمين إلا بسبب الفوضى العلمي غنوا أنهم علماء وأنهم يستغنون عن الصحابة وعن التابعين واحتقروا علماء المسلمين ورموهم بالمداهنة والتساهل فوقعوا فيما وقعوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله مما لا يخفى مما جرى ومذكور في التاريخ ولا يزال يتكرر فمتى خرجت الأمور عن نصابها في هذا الأمر الخطير وتولاها من لا يحسن حتى ولو كان قصده حسنا أو كان يحفظ المتون ويحفظ الأحاديث ويحفظ لكنه ما يفهم المطلوب الفهم والفقه ما يكفي حفظ حفظ النصوص وتطبيقها بدون روية تطبيق النصوص هو الفقه وهذا إنما يكون عند العلماء الربانيين فلو أن الخوارج رجعوا إلى الصحابة رجعوا إلى العلماء في وقتهم كل وقت بحسبه لكن في أول ظهورهم لو رجعوا إلى الصحابة إلى الفقهاء إلى العلماء لما حصل منهم ما حصل من هذه الرزية والنكبة في تاريخ الإسلام وكذلك من جاء بعدهم ممن سار في ركابهم لو أنهم يرجعون إلى العلماء وإلى أئمة الدين لما حصل ما حصل من النكسات التي تعلمونها وتعرفونها ونسأل الله السلامة من شرها ووبالها وأن يقي الإسلام والمسلمين من عواقبها فالأمور خطيرة جداً لماذا لماذا تقرر الكتب في المدارس والمعاهد والكليات لماذا تقرر الكتب وتدرس في المساجد إلا لأجل معرفة إلا لأجل معرفة هذا الأمر والبصيرة فيه حتى يكون المسلم على بصيرة فيما يأتي وفيما يذن فالإنسان أول شيء ينظر في نفسه هل هو على الصواب هل هو على الجادة هل عنده علم يؤهله للكلام ثم إذا كان عنده علم هل يجوز له أن يتكلم في كل مناسبة وفي كل ينظر الإنسان في نفسه أولاً ورحم الله عمر أن عرف قدر نفسه لو أن الإنسان نظر في نفسه لا أحجم عن كثير من الأمور فالتكفير أمر خطير ويرجع إلى من قاله من قال لأخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله وهو ليس كذلك رجع كلامه عليه الكلام ما يروح هدر بل يرجع إلى من قاله ولا حول ولا قمة إلا بلا فهو يكفر نفسه ويفسق نفسه ويبدع نفسه لأنه أطلقه على من لا يستحق هذا الشيء فرجع عليه كلامه لو أن الإنسان يتصور هذا لعقل لسانه ولم يتكلم إلا عن بصيرة وعلم وحسب ما يقتضيه المقام أما الخروج الله جل وعلا يقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين قال منكم أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة ولاة أمور المسلمين من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني وقال اسمعوا وأطيعوا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وقال اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان فولي الأمر المسلم تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سواء كان ولي أمر أو والد أو غير ذلك أو عالم من العلماء لا يطاع في معصية الله أيا كان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة للمعروف ولكن ليس معنى ذلك أن ولي أمر المسلمين إذا أمر بمخالفة أو معصية أنه يخرج عليه بل لا يطاع في هذه المعصية فقط وتبقى طاعته في غيرها مما ليس بمعصية هذه مسألة مسألة الثانية حتى وإن كان ولي الأمر عنده سوق عنده معاصي مخالفات ما لم يصل إلى حد الكفر فإنه تجيب طاعته تجيب طاعته بالمعروف لما في طاعة ولاة أمور المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا وإن عصوا لما في ذلك من جمع الكلمة واستثباب الأمن وحقن الدماء وقوة المسلمين أما الخروج عليه بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فعلت الخوارج وكما تقول المعتزلة خروج على ولي الأمر المسلم الذي لم يصل إلى حد الكفر من أجل إزالة معصيته أو فصته يترتب على الخروج عليه من الأضرار أكثر مما يترتب على البقى على طاعته مع معصيته مع كونه عاصيا أو كونه فاسقا هذا لا شك إنه ضرر إنه ضرر ولكن دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما هذه قاعدة إسلامية ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما فالإنكار الإنكار المنكر هذا واجب إنكار المنكر واجب ما لم يترتب عليه منكر أعظم فالذين يخرجون على ولي الأمر بحجة إنه عاصي وإنه فاسق لأجل إزالة إمارته وولايته حتى يتولى رجل صالح هذا يترتب عليه من المفاسب أكثر مما يترتب عليه من المصالح تسفك دماء المسلمين يختل الأمن يتسلط العدو يضعف المسلمون فما دام أن ولي الأمر لم يكفر الكفر المخرج من الملة فإنه تجب طاعته ويصبر على ما عنده من المخالفات لكن ليس معنى ذلك أنه لا ينصح بل يناصح وتكون النصيحة سراً بين الناصح والمنصوح يناصح ويبين له ويخوف بالله عز وجل ولا يسكت عنه لأن بعض الإخوان يفهم إن عدم الخروج على ولي الأمر إن معناه عدم النصيحة لا تلزم الطاعة ولا بد من النصيحة قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولي أئمة المسلمين وعامته فيناصح ولي الأمر وما جال العلماء يناصحون ولاة الأمور لكن لا يظهرون هذا للناس وإنما يكون بينهم وبين ولاة الأمور بطريقة سرية لأن الإشهار والتشهير على رويس المنابر وفي وفي التسجيلات وفي المجالس تشهير بمخالفات ولاة الأمور هذا يترتب عليه الخروج عليهم الخوارج ما خرجوا إلا بهذه الطريقة لما صاروا شهرون بالولاة ويتخذون من مخالفاتهم وسيلة إلى الخروج عليهم وكانوا يتحدثون بهذا فيما بينهم وفي مجالسهم ترتب على هذا شقع صطاعه والخروج وتبغيظ ولي الأمر عند الناس وتبغيظ الناس عند ولي الأمر هذا الذي يحصل من التشهير لا يجوز لك أن تشهر عادي من الناس مسلم من الناس لا يجوز لك أن تشهر به ولا تتكلم به بالمجالس وإن كان عندهم عاصي أنك تنصح بما بينك وبين أما أنك تجلس في المجلس فلان سوى كذا هذا ما يجوز فيه آحاد الناس فكيف بولاة أمور المسلمين فيجب التنبه لهذا الأمر والخروج عن طاعة ولي الأمر كبيرة مهلكة فمن خرج عن الجماعة من خرج عن الجماعة ومات فميتته جاهلية يموت على الجاهلية ولا حول ولا قوت إلا بالله فلا يجوز للإنسان أنه بدافع من غيرته أو يتخذ من الأخطاء التي لا تصل إلى حد الكهر يتخذ منها وسيلة لإسقاط هيبة ولاة أمور المسلمين والحث على الخروج عليه لأن هذا هو الذي شوه التاريخ وهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم من الصبر على ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا وإن حصل منهم مخالفات ما لم تصل إلى حد الكهر البواح ومن هو الذي يحكم بالكهر البواح هم العلماء لأن فيه ناس الآن من المتعالمين يحكمون بأشياء بأنها من الكهر البواح ويكفرون ولي الأمر بأمور لا تصل إلى حد الكفر وإنما هي معاصر مخالفات فيكفرون ولي الأمر كما أنهم يكفرون المسلمين وآحاد الناس لكن تكفير ولي الأمر أشهد لأن ضرر تكفير ولي الأمر يرجع على المسلمين عموما أما تكفير أحاد الناس إذا إنما يرجع ضرره على الأفراد لكن تكفير ولي الأمر المسلم هذا يعم ضرره على المسلمين والمطلوب جمع الكلمة توحيد الصف وإصلاح الخلل والتناصح هذا هو المطلوب فالواجب على طلبة العلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يضعوا الأمور في مواضعها اللائقة بها وأن لا دخلوا في أمور ليست من صلاحياتهم وليسوا مؤهلين لها وإذا كان عندهم غيره حماس فنحن نفرح بغيرتهم وحماسهم ودينهم نفرح بهذا ولكن عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم وأهل البصيرة وأن لا يبتوا بأمر من دون أهل العلم وأهل البصيرة الذين يوردون الأمور ويصدرونها عن حكمة وعن علم هم مربوطون بالعلمة مربوطون بعلمائهم فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء فالعلماء ورثة الأنبياء يحملون علم الأنبياء وينشرونه في الناس فهم المرجع للأمة بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله أمر مطلوب لكن ما كل يحسن الرجوع ما كل يحسن الرجوع ما يحسن الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله إلا أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا هو المطلوب ويمكن أني أطلت وما قصدت الإطالة ويمكن الأسئلة كثيرة فنترك بقية الوقت لما يتيسر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزي الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قال في ميزان حسناته الأسئلة كثيرة ونستأذن خضيلة في بعضها عليه هذا سائل أورد سؤاله عبر الشبكة يقول هناك من يزعم أن علماء الدعوة يهتمون بتصحيح العقيدة على وفق مصنفات الشيخ وليس لهم عناية بدراسة الحديث ومعرفة صحيحه من ضعيفه وليس لهم عناية في معرفة الأصول والقواعد الفقهية والفقه والخلاف والتوسع في ذلك وليس لهم عناية بعلم الأخرى فما هو الحق في ذلك واضحوا لنا عفى الله عنكم هذا كله كذب وافتراء كل يعرف إن هذا كذب فعلماء الدعوة والحمد لله لا يتصدرون للدعوة إلا إذا عرفوا كيف يدعون إلى الله يدرسون الحديث يدرسون التفسير يدرسون الفقه يدرسون اللغة العربية يدرسون أصول الفقه ومصطلح الحديث يدرسون هذه العلوم يهتمون بها لا يدرسونها على أنفسهم ويتعالمون كما يحصل الآن وإنما يأخذونها عن العلماء يأخذونها عن العلماء ويتحملونها عن العلماء فهم لا يدخلون في هذا الأمر إلا بعد أن يكونوا مؤهلين لهذا الأمر ولذلك كتب الله لدعوتهم النجاح والحمد لله في حين أن هؤلاء المتعالمين يدعون العلم يلمزون الناس لأن ما عندهم علم وأنهم ناقص علوم لم يظهر لدعوتهم أثر وإنما ظهر في دعوتهم الفشل والتفرقة هذا الذي حصل منهم أما علماء الدعوة وأئمة الدعوة فكتب الله لدعوتهم النجاح والقبول ولله الحمد حسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول صاحب الفضيلة الشيخ صالف وزان حفظه الله وبارك لكم في علمكم وأحسن عملكم إننا في هذه البلاد نعيش ولله الحمد في ظل هذه الدعوة السلفية المباركة ولم يكن عندنا انقسامات وجماعات إلى وقت قريب والبلاد من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها لا يختلفون على علمائهم ولا على أمرائهم ويحبون هذه الدعوة المباركة فما سر هذا الاختلاف الذي نراه اليوم بين شبابنا حتى سمعنا من بعض شبابنا بل من بعض دعاتنا من يطعن في دعوتنا وفي علمائنا ويهيج على ولات الأمر فما رأي فضيلتكم هذا فيما أظن ويظهر لي له سببا السبب الأول التعالم والاستغناء عن العلماء لأن كثيرا من هؤلاء الشباب اكتفوا بمطالعة الكتب من غير معرفة لمضموناتها اكتفوا بالمطالعة واكتفوا بالجلوس بعضهم مع بعض تعالوا بعضهم من بعض فقط وتركوا العلماء وزهدوا فيهم وجهلوه فحرموا من العلم أنت إذا احتقرت العالم فإنك تحرم من علمه فكيف بمن يحتقي العلماء كلهم هل يحرم من العلم نهائيا هذه ناحية الناحية الثانية بحكم تقارب البلدان ووسائل الإعلام التي يبث فيها كل شر وكل فتنة وكل دعاية أثرت في عقول كثير من الشباب الأمر الثالث دعاة السوء الذين يتخللون في مجتمعنا ويأتون من هنا وهناك يحملون أفكارا هداما وينشرونها بين شبابنا هذه الأسباب الثلاثة في نظري هي التي سببت انعزال هؤلاء و ادعائهم أنهم على علم وأن غيرهم جهال ولا يعرفون شيئا نعم حسن الله إليكم هذا السائل يقول يا شيخنا نحبكم في الله السؤال هو ما حكم مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك ومتى يعدر الإنسان بالجهل أفتونا مأجورين الذي يعدر بالجهل هو الذي لم يبلغه القرآن لم يبلغه شيء عن الإسلام يعيش منقطعا ولم تصل إليه الدعوة ولا سمع القرآن أما الذي يسمع القرآن يسمع الأحاديث يسمع كلام أهل العلم هذا ليس بجاهل قال تعالى وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُهُ فمن بلغه القرآن وهو يفهم العربية والقرآن فيه النهي عن الشرك والنهي عن الكفر بالله عز وجل وفيه الأمر بالتوحيد بلغته الدعوة وليس له عذر نعود ونجمل الجواب فنقول الجهل الذي لا يمكن زواله لأنه يعيش منقطعاً ولا عندها حد يبين له هذا يعذر أما الجهل الذي يمكن زواله لكونه يعيش عند العلماء وبين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث هذا لا يُعذروا بالجهل لأنه هو المتساهل وهو المفرّط والمضيّع نعم لا يستدلّون بالآيات ولا بالأحاديث وإنما يستدلّون بالقواعد المنطقية وعلم الكلام وأهل السنة يأخذون عقيدتهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح أهل السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته على ما يليق بالله ويثبتون المعتزلة ينفونها ينفون الأسمى والصفات عن الله جل وعلا ويعطلونه من أسمائه وصفاته أهل السنة يثبتون القضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإسلام من أركان الإيمان القضاء الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة المعتزلة لا يؤمنون بالقضاء والقدر ينفون القضاء والقدر ويقولون إن العبد يخلق فعل نفسه ولم يقدر عليه الله الإيمان ولا الكفر ولا الأفعال وإنما هو مستقل بنفسه كيف يجتمع المعتجلة مع آل السنة على هذه المخالفات الكبيرة أحسن الله إليكم يقول ما معنى قول الأئمة ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله وهل الاستحلال يكون بالفعل أم بالقول مقصود بالذنب الذي دون الكفر والشرك الذنب الذي دون الكفر ودون الشرك كالزنى والسرقة وشرب الخمر وأكل الرباء هذه معاصي كبائر من كبائر الذنوب لكن لا يحكمون على المسلم إذا ارتكبها بالخروج من الملة حتى يستحلها فإذا قال الرباء حلال أو الخمر حلال أو الزنى حلال فإنه يفكم عليه بالكفر لأنه استحل ما حرم الله أما إذا فعلها وهو يعتقد أنها حرام لكن غلبته شهوته وزين له الشيطان ونفسه الأمار بالسوء هو وقع فيها لا عن استحلال وإنما عن شهوة وهواء فهذا فاسق مرتكب لكبير من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر نعم حسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ البعض يهونون من شاء الخروج على الفكام مستدلين بما جرى في وقت الحجاج والذين خرجوا وعلى رأسهم سعيد من جبير رحمه الله مع الحجاج حين خرجوا عليه فبما يجاب عن ذلك أفتونا مأجورين هذا كلام لا أصل له ولا خطام ولا زمام المسلمون ما زالوا ملازمين للسمع والطاع وإن حصل في بعض الفترات شيء من النزعات لكن جمهور المسلمين يلتزمون السمع والطاع وإن حصل من بعضهم نزعات أو نزغات فإنهم ينكرون عليه ويجاهدونه وإسناد الخروج إلى سعيد بن جبير رحمه الله من أئمة التابعين هذا كذب عليه وافتراء عليه من الذي يثبت سعيد بن جبير أنه على مذهب الخوارج وأنه خرج على ولي الأمر لكن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما لا يتثبتون منه ولا يعقلونه ويرمون أئمة التابعين بهذه الجرائم ولا حول ولا قوة إلا بالله أحسن الله إليكم يقول السائل ما رأيكم في قناة المجد الإسلامية والله أنا ما أعرف القنوات وأنا ما أحكم على شيء لا أعرفه هذا سائل يقول هل الخوارج كفار أم لا وجزاكم الله خيرا اختلف العلماء في الخوارج هل هم كفار أو ليسوا كفارا الجمهور على أنهم ليسوا كفارا لأنهم أخطأوا يقصدون الحق لكنهم أخطأوا وهم من أشد الناس عبادة وخوفا من الله عز وجل لكنهم اجتهدوا فأخطأوا فيعتبر فعلهم هذا من الفسق الاعتقادي من الفسق الاعتقادي ولا يحكم عليهم بالكفر ولما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج مع أنه يقاتلهم قالوا أكفار هم يا أمير المؤمنين قال من الكفر فر يعني اللي حملهم على هذا هو خوفهم من الكفر اللي حملهم على القتال هو خوفهم من الكفر وظنوا ما ليس كفرا كفر من شدة خوفهم من الكفر فعذروهم بالجهل ولم يكفرون وهناك من العلماء من يحكم بكفرهم لظاهر الأحاديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الله أعلم نعم السلام عليكم صاحب الخضيلة يقول السائل يوجد بعض الشباب يتهمون الشيخ عبد العز من بعض الشيخ من الثيمين بأنهم من مرجأة العصر وأنهم من أضل الأمة فما نصيحتكم لهؤلاء هذا ما هو غريب لما يوافقهم على هواهم يحكمون عليه بالإرجاء أو بغيره من المذات حكموا على بن بازو على بن عثيمين بالإرجاء لأنهم لم يخرجوا على ولي الأمر ولم يكفروا المسلمين وهم يريدون منهم ذلك لكن لما عجزوا عنهم حكموا عليهم بالأرجاء هذا كلام بالهوى والعياذ بالله واتهام لهؤلاء الإمامين بما ليس فيهم ما عرفنا عنهم إلا الخير والاستقامة والاعتدال والحث على لزوم الكتاب والسنة ومنهج السلف هذا الذي تعلمناه منهم وعرفناه منهم رحمهم الله نعم لكن لما لم يوافقوا هؤلاء على نزعاتهم ونزغاتهم رموهم بالإرجاء نعم لأن الذي لا يكفر المسلمين مرجي عندهم نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول السائل ما رأي فضيلتكم في هذا القول وهو أن أحدهم يقول في قيادة المرأة إنها لا توجد هذه القضية والتحريمها في صورة الأنفال حتى لا نطرح النقاش فيها والثاني يطالب بالتآخي مع الشيعة هو فتح مدارس خاصة بهم والثالث يتهم كتب أئمة الدعوة ومنها الدر السنية بأنها سبب واقع في التكفير هذا والله هذا كل هذيان لا نشتغل به كل هذيان لا نضيع الوقت الكلام هذا والقرآن والسنة هذي ينزل آية بأن المرأة ما تقود السيارة هل القرآن نزل في بيان كل شيء أو أن القرآن جاء بقواعد عامة وضوابط عامة ونصوص عامة يستنبط منها الأحكام الشرعية ومنها قيادة المرأة للسيارة قيادة المرأة للسيارة ماذا يلزم عليها يلزم عليها محاذيث ما هو بالكلام بأنها تمسك نقود السيارة وتحركها هذا تحريك آلة لكن ما يلزم عليها من أنها ستكشف وجهها أمام الرجال ستخالق الرجال ستراجع المرور إذا حصل لها مراجعة ستتعطل سيارتها في البر وهي مرأة ضعيفة فيلزم على القيادة محاذير شرعية ما تليق بالمرأة هذا السبب منع المرأة من قيادة السيارة ما يلزم عليها من المحاذير أيضا المرأة المرأة عليها قوامه للرجل فإذا قادت السيارة ما يملكها الرجل شغل السيارة وتروح اللي هتب سافر مع مفتاحة ومع رخصة القيادة تروح للي هتب يصير وليها ما يسيطر عليها ولا يملكها هذا من مفاسد قيادة المرأة من السيارة نعم أحسن الله إليكم يقول قال أحدهم في كتاب له أن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب توافق عقيدة السلف في الجملة بل هذا الكلام صحيح الحمد لله أنه اعترف أنه توافق عقيدة السلف في الجملة ونطالبه بالأشياء التي لم يوافق فيها الشيخ من التفاصيل انطالبه بهذا يكفينا أنه اعترف بأنه توافق عقيدة السلف في الجملة ونحن نطالبه بالتفاصيل التي لم يوافق فيها السلف وإلا فهو كذب نعم أحسن الله عليكم يقول هل يقالوا في من قاموا بالتفجيرات في هذه البلاد أنهم من الخوارج على كل حال هذا إفساد في الأرض هذا إفساد في الأرض وإهلاك للحرص والنسل واعتداء على الدماء البريئة وترويع للمسلمين فهو من أسد فعال الخوارج الخوارج ما فعلوا مثل هذا الخوارج يبرزون في المعارك ويقاتلون أما هؤلاء يقدرون يجون الناس وهم نائمين وآمنين وينسفون المنازل بما فيها هذا فعل الخوارج لا هذا أشبه شيء بفعل القرامقة أشبه شيء بفعل القرامقة أما الخوارج فهم يتنزهون عن هذا الغدر وهذه الخيانة ما فعل هذا الخوارج نعم حسنا الله إليكم هناك من طلاب العلم من يزعم أنه على منهج أئمة الدعوة ويقرأ رسائلهم ومؤلفاتهم ويفهمها فهما خاطئا من حيث الاستددال والواقع ويبني على ذلك أحكام وتصرفات ينسبها لأئمة الدعوة دون الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الذين يفقهون كلام الأئمة ويجمعون أطرافه فهل من كلمة توجهية لبيان خطورة هذا المسلك على أولئك أنفسهم وعلى المتلقي عنهم؟ هذا بيناه أثناء الكلمة وقلنا ما يجوز لطالب العلم المبتدي أو المتعالم أنه يتكلم في مسائل خطيرة هو ما يفهمها عليهم أن يراجع أهل العلم عليهم أن يتعلم أولاً يتعلم أولاً وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم ولا يتسرع في هذه الأمور هذه نتيجة التعالم دعوة العلم واحتقار العلماء هي التي أوصلتهم إلى هذا المنعطف الخطير في الفهم نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول من ارتكب جريمة يجب عليها الحج هل يجب عليهم أن يسلم نفسه للسلطات إذا تابع إلى الله؟ إن كانت هذه الجريمة في حقوق المخلوقين فعليهم أن يسلم نفسه مثل القتل مثل قتل شخصاً إن كانت تتعاو أو سرق مالاً فعليهم أن يسلم نفسه للمسؤولين لإيصال الحقوق إلى أصحابها أما إن كانت الجريمة بينه وبين الله ولا تتعلق بحقوق المخلوقين فعليه التوبة إلى الله ويستر نفسه يستر نفسه ويتوب إلى الله والله يتوب على من تاب ويحب الستر على عباده يستر على عباده وقال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلماً ستره الله دنيا والآخر نعم أحسن الله إليكم يقول ما حكم الذهاب إلى قبول الأولياء ليس للطواب ولا للعبادة وإنما للنظر ماذا يكون عندها إذا كان قصده التفرج فقط ولا ينكر المنكر لا يجوز ليذهب إليه أما إذا كان قصده بينكر المنكر ويكتب عنها للولاة الأمور أو للعلماء من أجل يحذرون من هذا الفعل إذا كان قصده إنكار المنكر هذا شيء طيب أما إن كان قصده التفرج فقط ولا ينكر المنكر هذا لا يجوز نعم أحسن الله لكم هذا يقول فضيلة الشيخ صاحب وزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد في قريتنا طائفة أو جماعة جاءت إلينا يقال لهم جماعة التبليغ أو جماعة الأحباب فهم يأخذون معهم كبير السن وصغير السن فهل تنصحني بالانضمام إليهم أم لا أنا أنصحك بالانضمام إلى أهل المنهج السليم الذين يدعون إلى توحيد الله ويحذرون من الشرك ومن البدع والمحدثات وقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر عليك بأهل المنهج السليم خصوصاً الذين يلتزمون العقيدة الصحيحة ويدعون إليها يدعون إليها ويبينونها فإن كان جماعة التبليغ يدعون إلى التوحيد ويدرسون التوحيد للناس وينهون عن الشرك فهذا شيء طيب أما إن كانوا لا ما يهتمون بالتوحيد بل يمنعون من يتكلم بالتوحيد ولا يمشي معهم اللي يتكلم بالتوحيد كما سمعنا وبلغنا عنه فلا تمشي معهم لا تذهب إليه نعم بسأل الله إليكم يقول ما قولكم في من يقول أن حسن البنى من أئمة الدعوة نحن ما نظلم أحدا شيئا إن كانه من أئمة الدعوة هذا يجده عند الله عز وجل هو توفي وإن كان ليس من أئمة الدعوة فنحن لا نزكي على الله أحدا يقول صاحب الفضيلة أنا طالب في الجامعة وبعض المحاضرات لا تنتهي إلا بعد صلاة العصر بنصف ساعة أو بساعة فنصلي بعد المحاضرة فهل صلاتنا صحيحة؟ كان الواجب على المسؤولين إذا كانوا في هذه البلاد أن يصلون قبل المحاضرة وما أظن أن المسؤولين في هذه البلاد يأخرون الصلاة عن وقتها عن أول وقتها يصلون أولا ثم يدخلون المحاضرة أما إذا كان في غير هذه البلاد ولا لا استطاعة فلا بأس أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها لألا تفوتها المحاضرة ووقت الصلاة موسع ووقت الصلاة موسع والحمد لله هذا من تيسير الله المهم أنه إذا كان بالإمكان تقديم المحاضرة فهذا واجب إذا كان ما هو بالإمكان تفوتها المحاضرة ووقت الصلاة موسع فيحضر المحاضرة ويبادر بالصلاة بعد النهاية نعم قبل خروج وقت الصلاة نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ حفظك الله أنا شاب من الله علي بالهداية وقد تعرفت على بعض الشباب المستقيمين ثم قال لي أحد الأصدقاء أترك هؤلاء فإنهم يدعون أنهم سلفيون ويحرمون ويحللون وذكر لي مثال أنه هو الأناشير فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الحمد لله الذي منع عليك من الهداية ومحبة الخير ولكن نوصيك بتعلم العلم النافع عند العلم ما تروح لهؤلاء الشباب وإنما تذهب إلى مجالس العلم وإلى العلماء تحرص على الدراسة النافعة هذا المطلوب نعم يقول ذكر فضيلتكم أنه يجب علينا طاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية السؤال قد أوجب علينا التأمين فإذا أطعناه قد ارتكبنا معصية وإذا لم نطعه لم نستطع أن نقضي شؤوننا فما رأي فضيلتكم؟ إذا كان عليكم ضرر إذا لم تنفذوا التأمين عليكم ضرر فالله جل وعلا يقول إلا ما ارتريتم إليه ادفعوا التأمين المطلوب ولكن لا تستفيدوا منه شيئا إذا احتجتم إلى شيء ادفعوه من أموالكم لا من أموال شركات التأمين أموال الناس أنتم تدفعونه لأجل الضرورة والحصول على أموركم الضرورية وأما الاستفادة منه فلا تستفيدوا منه شيئا لأنه حرام نعم حسن الله إليكم يقول هل من منهج أئمة الدعوة التقريب مع الرافضة؟ وما هو رأيكم فيما يدعون للتقريب مع هؤلاء؟ نحن لا نتقارب إلا مع أهل الحق وأهل السنة أما أهل الباطل وأهل الضلال فلا نتقارب معه إلا إذا تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إلى الحق نعم حسن الله إليكم يقول هذا سؤال جاء عن طريق الشبكة يقول يرى البعض أن الإنكار على المستغيثين بغير الله والمستنجدين بأصحاب القبور والأضرحة أنه لا إنكر عليهم لأن المسألة كما يزعم خلافية فما رأي فضلتكم؟ هذا كذب ما هي بخلافية المسألة محل إجماع أن الشرك لله عز وجل لا يجوز بإجماع الرسل وأتباعهم من أول الرسل إلى آخرهم ينهون عن الشرك فهم مجمعون على الناهي عن الشرك بالقبور وغيرها والمخالف لا قيمة لمخالفته إذا عارضت الكتاب والسنة فإن مخالفته مطروحة ولا قيمة لها الخلاف الذي يعتبر هو الذي له حظ من النظر المسائل الفقهية والاستنباق في أحكام المعاملات أما أمور العقيدة هذا ما هي محل للاجتهاد ولا للاختلاف هي توقيفية والله ورسوله حرم الشرك لجميع أنواع وليست محل خلاف أبدا والمخالف في هذا لا عبرة بمخالفته وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر نعم حسن الله إليكم هذا سؤال جاء عن طريق شبكة يقول نسمع في خارج هذه البلاد وصف الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده بالوهابية ووصف أهلها بالوهابيين ونسمع في الداخل وصف من يتمسك بها ويعتني بها بالجاميين وأنهم من الفرق الضالة ووصفهم بالمداهنة والنفاق والتفريق بين الناس والطعن في العلماء والدعاة وأنهم عملاء ومرجئة مع الولاد وقد انتشر هذا الوصف حتى أصبح بعض العامة يردده وهو جاهل بمعناه ومدلوله بل بلغ ببعض الجهال أن يقرر عقيدة ومنهج أهل السنة خلاف أهل السنة تقريرا بالعامة والرعاة ثم يدعو في خطبة الجمعة على الجاميين والناس يؤمنون من ورائه فآمروا من فضلتكم أحسن الله إليكم الإجابة على بعض الأمور وهي صحة هذه التحذيرات والتسميات وحكم من أطلق هذه الكلمة على أحد من المسلمين أفتونا مجوري أما الوهابية فلا نعرف شيء يقاله الوهابية إنما نعرف دعوة التوحيد ودعوة التوحيد ليست وهابية وإنما هي محمدية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الوهاب ما جاء بشيء من عنده حتى ينسب إليه وإنما جاء بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الفقه على مذهب الإمام أحمد فهو حنبلي وليس وهابيا وإنما هو حنبلي وفي العقيدة على مذهب السلف الصالح ليس هناك ما يسمى بالوهابي وإنما هذا لقب أحدثوه لينفروا من دعوة الشيخ حتى يظن السامع أن الشيخ يخالف غيره من الأعمة وأنه انفرد بمذهب خاص وهذا من الكذب والبهتان أليس هناك وهابي أما الجامية هذا أول مرة أسمع فيها ما أعرف الجامية أنا ما أعرف الجامية ولكن هؤلاء يتنابزون بالألقاب كل واحد نعير الثاني أنت من كذا وأنت من كذا والواجب على المسلمين أن يكونوا إخوة كونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يحضره ولا يخذله ولا يسلمه والمخالف يبين له الصواب وينصح ويدعى إلى الحق هذا الواجب علينا أما التنابز بالألقاب وتحذير من بعض الناس بدون دليل وبدون فهم نحن نطالبها لغول الجامية يبين لنا مذهب الجامية ما هو والله إن كان مذهب الجامية باطل فنحن نرفضها ونحذر منها أما إذا كان ما فيه جامية ولا لهم مذهب وإنما هو تنابز بالألقاب فقط فهذا عليها أن يتوب إلى الله ويترك هذا الشيء لأنه يجني على نفسه إنما يجني على نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله وربما يقول الإنسان كلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمهنة هو يقول أنه يتشفى بها ويفرج عن نفسه يروح عن نفسه لكنه يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمهنة فعلى الإنسان أنه يزم كلامه ولا يتكلم إلا بما فيه الخير والمصلحة ويصلح بين الناس ويدعو إلى الله هذا المطلوب تنصحه فإن ترك هذا الشيء وإلا لا تجلس معه إذا كان ما يقبل النصيحة ويستمر على التكفير فلا تجلس معه ابتعد عنه يقول السائل أحسن الله إليكم صاحب العضيلة هل اللجنة دائما أصدرت فتوى في الرافضة أفتونا مأجورين كيف أصدرت فتوى في الرافضة الرافضة ما يحتاجون أصدار فتوى معروف مذهب نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما رأيكم في قراءة الكتب الشيخ محمد عبده المصري والله ما أعرفها لكن أسمع أسمع أنها في وقته له شطحات وله أفكار لأنه تتلمذ على الأفغاني جمال الدين الأفغاني وأخذ من أفكاره التحررية فعنده شطحات وعنده أمور تؤخذ عليه فلا أنصح بقراءة كتبه وفي كتب أهل العلم النافعة غنيه لله العم نعم أحسن الله إليكم يقول ما سبب إطلاق كلمة أئمة الدعوة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه من بعدها أئمة الدعوة كما ذكرنا تشمل كل من دعا إلى الله من أهل العلم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وإنما القصد أن هؤلاء قاموا بالدعوة في هذه البلاد أسموا بذلك سموا بذلك تقديرا لجهودهم وكل من دعا إلى الله في أي بلاد فهو من أئمة الدعوة نعم أحسن الله إليكم يقول هل الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل يعتبر محدثا أم فقيها أستونا مأجورين اعتبر عالما اعتبر عالما بالفقه والحديث والتوحيد والعربية تشهد بذلك كتبه ومؤلفاته إنها تشهد بأنه متبحر في علوم الشريعة نعم سأل الله إليكم يقول ما هي ضوابط الجهاد وهل يجوز اليوم الجهاد أم أنه قتال الجهاد إذا دعا إليه ولأمر المسلمين وكون الجيوش للغزو هذا الجهاد أما بدون راية وبدون قيادة ولي الأمر هذا لا يعتبر جهاد يعتبر تصرف فردي تصرف فردي الله أعلم بمآله ونتائجه نعم إنما الجهاد المنظم القائم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون له راية وله أمير ويرجع إلى إمام المسلمين هذا هو الجهاد الصحيح نعم يقول في الدول الأخرى يطلب مني أي موظف في أي دائرة حكومية نقود ويسميها إكرامية فهل أعطيه هذا حتى ينهي معاملتي هذه رشوة ما يبكرا التي تدفع للموظف من أجل إنجاز الأعمال والمراجعات هذه الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي الدافع والآخر ما العنون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الواجب على الموظف أن يقوم بعمله الوظيفي بدون يأخذ رشاوة من الناس لأنه يتقاض راتبا من بيت المال فهو مفرع لأعمال الناس فعليه أن يقوم بها بدون رشاوة نعم يقول السائل أحسن الله إليكم ما حكم أداء سنة الراتبة في وقت النهي وهل هي من دوات الأسباب السنة الراتبة لا تأتي في وقت النهي الفجر ما بعده راتبة العصر ما بعده راتبة وقت الزوال ما فيه راتبة فلا فيه رواتب في وقت النهي لكن دوات الأسباب مثل صلاة الكسوف مثل صلاة الجنازة ركعة الطواف هذه تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت نعم السلام عليكم يقول ما حكم وضع المصحف على الأرض في المسجد وما حكم تناوله باليد اليسرى المصحف فيه كلام الله عز وجل يجل ويعظم ولا يوضع على الأرض يوضع على شيء مرتفع أو على فراش أو سجاد ما يوضع على التراب ولا يتناول باليد اليسرى لأن اليد اليسرى للأشياء المستهجنة كالاستنجا والاستجمار والأشياء المستهجنة وإزالة الوسخ لا يوضع بها المصحف يوضع باليمنى التي تقدم للأشياء الشريفة والطيبة نعم حسن الله إليكم يقول السائل هل تصح مقولة أن المسائل الخلافية ليس فيها إنكار أو ليس فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بإجماع العلماء أفتون مأجورين المسائل الخلافية فيما يسوق فيه الخلاف وهو المسائل الفقهية المسائل الفقهية الفرعية هذا لا إنكار فيها بين العلماء المجتهدين أما المتعالم وقاصر النظر والذي يحدث رأيا من عنده يقول هذا خلاف ولا إنكار في الاجتهاد هذا اجتهادي أنت نست من أهل الاجتهاد وقولك لا عبرة به ولا يصف مع أقوال المجتهدين إنما هذا له ضوابط ما هو بكل خلاف نقول لا إنكار في مسائل الخلاف خلاف أنواع منه خلاف سائق وخلاف غير سائق خلاف من أهل العلم وخلاف من الجهال خلاف الجهال لا قيمة له نعم سأله إليكم يقول فضية الشيخ قال لي بعض الإخوة أنك في عام 2003 ميلادي أفتيت بالتفريق بين جماعة التبليغ الذين في داخل المملكة وبين الذين في خارجها فهل هذا صحيح؟ أنا ما أفتيت بالتفريق ولا أعرفهم لا لداخل المملكة ولا لخارجها لكننا أقول من لم يلتزم بدعوة التوحيد والنهي عن الشرك فإنه يجتنب فإنه يجتنب ولا يشارك معه ولا فرق في ذلك بين من داخل المملكة وخارج المملكة نعم يقول السائل هل يجوز للمسافر إذا قصر أن يجمع مطلقا؟ يجمع في السير وإذا جد به السير أما إذا نزل أثناء السفر للاستراحة أو لحاجة فإنه يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر يقصر بدون جامع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منا أيام الحج كان يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها لأنه نازل وإنما يجمع إذا جد به السير نعم أحسن الله إليكم يقول ما رأيكم في من يقوم بإسبال ثوبه ويقول إن إسبالي ليس على سبيل الخيلاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جرى ثوبه خيلاء من جرى ثوبه خيلاء فإنه يتجلجل في الأرض يخصف الله به الأرض أخبر عن رجل من السابقين من الأمم السابقة أنه قد أعجبته نفسه وما عليه من اللباس فخصف الله به الأرض أو يتجلجل فيها إلى يوم القيام بسبب الكبر والخيلاء باللباس والمشية وإسبال الثياب حرام سواء معه خيلاء أو ليس معه خيلاء إن كان معه خيلاء فهو أشك من ناحيتين من ناحية الإسبال ومن ناحية الخيلاء أما إن كان إنه جرى اللباس بدون خيلاء فيحرم لأنه إسبال وقد قال صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار ما كان أسفل الكعبين فهو في النار ولم يقل خيلاء بل علق الحكم بنزوله عن الكعبين نعم سأل الله لكم صاحب الفضيلة يقول ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة هل هي سنة أم لا أفتون مأجورين خلاف بين العلماء والصحيح أنه ما هي بسنة وإنما تفعل عند الحاجة إذا فعلها الإنسان لحاجته إنه كبير السن أو مريض يحتاج إليها يفعلها أما إذا كان قويا فإنه لا يفعلها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما تقل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أما قبل ذلك ما كان يجلس الاستراحة دل على أن تفعل الحاجة فقط هذا مذهب جمهورة للعلم نعم